اه مشاكل العيون مشاكل العيون كتير منها ضعف النظر وده بيسبب عدم تركيز وديق شديد جدا للمريض وكمان احراق كبير والحياة في ناس كتير قوي بتتدايق من لبس النظارة ومش بتحب شكلها بيها وده بيأثر عليهم نفسيا وكتير من الناس بيكون عندهم خوف جامد جدا من اجراء اي عملية جراحية في العين بس مع التقدم وتطور التكنولوجيا في عالم الطب وجراحة العيون بنقول لهم اتطمنوا لان الموضوع بقى سهل وبسيط وعشان كده هنتعرف النهاردة على احدث التقنيات في عالم طب وجراحات العيون مع اضفنا اللي مشرفنا استاذ دكتور محمد لاشين استشاري طب وجراحة العيون بكلية طب جامعة الازهر دكتوراه في طب وجراحة العيون وزميل كلية الجراحين الملكية بنجلترا واستشاري الشبكية والجسم الزجاجي والليزر وتصحيح الابصار والليزق مشرفنا يا دكتور انا سعيد جدا انا مع حضرتك النهاردة مع السادة المشاهدين ربنا يخليك يا دكتور والله احنا سعداء بيك جدا وعايزين في البداية كده ايه هو الجديد في ليزر العيون حضرتك احنا عشان نتكلم عن الجديد النهاردة لازم نذكر اول حاجة الفيمتو ليزر ايوا الفيمتو ليزر ده ده تقنية عالية جدا من الليزر وده يرجع الفضل فيها للدكتور احمد زويل طبعا لما اخترع الفيمتو ثانية والفيمتو ثانية دخلت في تقنية الليزر فاصبح عندنا الفيمتو ليزر الله يرحم الله يرحم فالفيمتو ليزر ده تقنية عالية جدا بنقدر نعمل بيها تقريبا دلوقتي نسبة 60-70% من عمليات العيون بنجاح عالي جدا ودرجة الامان عالية جدا والمشاكل بعد العمليات تقريبا ما بيتش موجودة تمام كده تمام فبنقدر نعمل ايه بالفيمتو ليزر بنقدر نعمل بيه الجرح اللي انا عايزه او اقدر اعمل بيه الطبقة اللي انا عايزها من العين او اقدر اعمل بيه المكان اللي انا عايزه من العين ايه تقنية عالية جدا بدخل بياناتي على الجهاز الجهاز بيقدر يحسب الحاجات اللي انا عاوزها وقدر يعمل الحاجة اللي أنا عاوزها بالزبط زي ما أنا عاوزها وزي ما أنا رسمها على الجهاز بدون أي مشرط جراحي بدون أي مشرط جراحي يعني الخطأ البشري تقريباً إن عدم أصبحش فيه خطأ بشري في أي عمليات دلوقتي يعني أيه برضو الخطأ البشري يعني مفيش حاجة اسمها أن أنا بستعمل مشرط مفيش حاجة اسمها أن أنا بستعمل أدوات جراحية مفيش حاجة اسمها أن أنا ممكن المشرط دي يكون جودته مش عالية كلام ده كله انتهى خلاص بس احنا دهوقتي بنشتغل كله بالليزرف من الالف اللي هي ازا ما بيقوله جه. طب بنقدر نعمل ايه بالفهمتو ليزرف ده? احنا بنعمل بيه حاجات كتير قوي بس انا كنت عايزة النهاردة في برنامج حضرتك لأول مرة نتكلم عن موضوع مهم قوي. ايه. وهو تغيير لون العين. طب قابل بنتكلم عن تغيير لون العين. احنا عندنا فيديو عن الفهمتو ليزك القديم. ايوة. والجديد. تمام. عشان بس الناس حتى المشاهدين يعرفون. تقدر تكرن الفكرة من بعضها. بزب الاستقليدية اللي هي جزء الجراحي من العمليات اللي كنا نستخدم فيه مشرة جراحي زي ما هنشوف دلوقتي مع الناس. ايه. اه صحيح طبعا الدكتور المهارة بتاعته بتفرق وكل حاجة ما وناش لأ. ولكن في حاجات اعلى دلوقتي الليزر. انا هقدر اعمل بالليزر كل الخطوات اللي هنشوفها دلوقتي دي هنشوفها تاني بالليزر. ده معناه ان فترة النقاحة بتاعت العملية بقت ساعات بدل ما كانت ايام بقت ساعات. يقدر الآن يرجع لحياته الطبيعية في خلال ساعات. ما عند احدوش الام بعد العملية. ما فيش فرصة ان يحصل الالتهاب خصوصا في امراض السكر وامراض الهيون المزمنة. ايه. فيش فرصة ان يحصل له الالتهاب بعد العملية او مشاكل او يتعرض لضغط عين عالي. كل الكلام ده انتهى. لان هو ما بقاش فيه. شوف هادا كان هنا بنستخدم. هي مشارط دقيقة والصورة دي طبعا مكبرة تحت الميكروسكوب. ولكن ده كان الطريقة التقليدية القديمة اللي احنا كنا نستخدمها. العملية دي على فكرة عملية تغيير لون عين. شوف هادا كان عملية شكلها هيخوف. اه. والناس كنت بتشوفها على اليوتيوب دايما انتقول ايه ده? ده عملية كبيرة. وده جراحة ده مشرت. انت هتفتح عيني. كلام ده كان طبعا مرعب جدا. بيعبهم طبعا. انا قصدت النهاردة مع حضرتك ان نزهره للناس. شان لقول لهم ان الطريقة دي. بطلت استخدمها خالص ومنستخدم دلوقتي الفهمتو ليزر. اه. نو تاتش تكنيك. يعني بيقول لين نو تاتش تكنيك يعني ما فيش اي عملية جراحية في الموضوع. ده. شوف هادا كنا. الحديث بق دلوقتي ده هنا بالطريقة القديمة على اليمين دي. على يمين الشاشة هنشوف ان فيه مشرت جراحي بيقدر يعمل بيه فتحة عشان ندخل بيه اللون. اه. على الناحية التانية زي ما انت شايف حديثك الليزر هو اللي عمل كل حاجة. شوعة الليزر نازل زي ما انت شايفها حديث كده. عمل كل الاماكن اللي انا عاوزها. في الاماكن اللي انا عاوزها بالزبط. اه. بالعمق اللي انا عايزه بطول المكان. بعرضه. محسوب بالملي. عشان كده حديثك لما بتخلص العملية وتسي في خلال ساعات. اه. ولا كأنك عملت حاجة خالص ولا كأن فيه مشكلة. اه يعني ممكن حد يجي ده الجهاز يا دكتور? ده الجهاز اللي بنستعمله في موضوع تغيير لون العين. ده الجهاز اللي بنستخدم به الفيمتو. ده الجهاز اللي بيطلع عشوعة الفيمتو ليزر. وده اللي بنقدر نعمل بيه كل الفتحات وكل الاماكن اللي مشتغل منها بدون مشهورة جراحية نهائية. يعني منها تصحيح الابسار برضو. تماما. وتغير لون العين. هقول لها حديك بقى على الموضوع. اه. احنا بد عينينا بني. اه. غامق. واحنا عشان خط نخلي اللون فاتح. فكنا بنعمل عمليات نشيل اللون البني. نشيل اللون البني. يعني نعمل عملية اسمها كحت سبغة. اه. نعمل عملية ونقض نكحة في السبغة اللي في. الكلام ده من 10-15 سنة يعني. اه. مش مبارح ولا حال. فكنا نشيل اللون ده. وكان يحصل طبعا من السبغة بتطلع بكمات كبيرة جوه العين. ويحصل التهاب بعدها. صح اللون بيتحول للون رماضي فاتح. ولكن ما كانتش عملية دقيقة اوي. كانت عملية لها مشا الناس عرفها. ايه. وكانت تخوف. وكانت مشكلة كبيرة ان الناس تعمل تغيير لون عين. وكان بيبقى يقولوا عليه مجنون اللي يعمل. اه. دي حقيقة عشان نتكلم بصراحة. اه. اه. الكلام ده كمان اكتر من 12 سنة. طبعا. وتوقفت العملية دي وخلاص مبقاش حد يعملها. وكانش فيه كمان اختيارات قدام الانسان ان هو يختار الوان. يعني هو بني يبقى رماضي او يبقى عسلي وخلاص. يعني ده مش اختيارات لان انا بشيل سبغة. بتشيل اللون الغامة. فبتطلع الطبقة الاصلية اللي تحت اللي هي من غير اللون. اللي هي تريبا لونها المزرق شوية او الرمادي شوية. وساعات كانت تطلع عين اغمق من عين او افتح من عين حسب بقى ايه. اه. حسب ما السبغة اه. فطبعا كان شكلها مش طبيعي. اه طبعا الديهان مش مزود. اه طبعا الديهان مش مزود. تشطيب مش حال. فالناس خافت وحصل التهابات في العين كتير. وحصل الناس حصل لها ما يبيضة وناس حصل لها ما يزرق. والكلام ده موجود في فيديو على يوتيوب. اه. وعمل رعب للناس فعلي. بدأنا ندخل بقى. اه. بدأنا ندخل بقى. صور. عين. شوف حاليك دي دي حالات اه عامل الله تغيير لون عين. ده تاني يوم على طول. ده ده يعنيهم حالفكرة والله مش فوتوشوب ولا حاجة. ده يعني. لا. بس الناس من حلوة اللون ومن شكل العين الطبيعي بتحس ان ده مش بعول يكون حد كده. لا ده فعلا. يعني دكتور واحدة ممكن تجي لحضرتك. اه. لون يعنيها اسود. اه. وعايزها اخضر او ازرق. الل اللون اللي هي عايزها. يا سلام. اللون اللي هي عايزها. لا مش هتلاقي زي اللون انا. اصحاب العنو الملونة اللي زعلنين دلوقتي. اللي هم عنهم اصلا ملونة بقى دول زعلنين. خلاص عايب ايه بقى مش كده. لأ يعني اه انا عفتكر مسلا انه في ساعات كتناس بتحط عدسات ملونة. تمام. بس برضو شكلها بيبقى مش يعني شكل العين كده بيبقى بيخوف بسراحة. اه. يعني تبقى عينها سودة. فبتبقى في دورية سودة. والبقيتين إني أخضر نظبوط الإطار كمان بتاع اللون ده كان مشكلة زمان بزبط إحنا كنا بنجيب زمان الألوان دي اللي كنا بنزرعها جوه العين دي ألوان سيليكون دي شريحة ألوان سيليكون معمولة من مادة مخصوص سيليكون زي ما بنستعمله في كل التجميل أي أي سيليكون المادة دي لا يمكن الجسم اللي بيشوفها ولا بيتعرف عليها ولا بيحاربها ولا بيحصل فيها التهاب وبتتحط في مكان كمان في العين جهاز المناعة أصلا ما بيوصلش عنده يعني ما بيحصلش عنده التهاب لأننا إحنا لا بنفتح بعملية جراحية ولا بيحصل نزيف ولا بيحصل التهاب فجهاز المناعة بيحصلش بينه وبين اللون تفاعل خالص فاللون آمن 100% كنا زماني جيب بقى الألوان كتاب الألوان قليلة أوي زي الألوان العدسات اللي حدك بطول عليها كده بتحس إنها صناعي شوية بزبط لون عينك ده ولا مش لون عينك بزبط دلوقتي بقى اللون طبيعي جداً 100% ومفيش فيه الإطار الأسود اللي في الحرف ده بقاش موجود وحركة العين شكلها عادي وشكل العين طبيعي واللون بيفضل مدى الحياة طب سؤال بعد إذنك دكتور يعني حديدك بتعمل تست على الألوان مثلا واحدة الجيلة بتقولك أنا عايزة عناية خضرة مش مفروض بتعمل تست شوف اللون ده هيليق أيها معاها ولا يغمقش ولا تمام حديدك بقى ده حديدك كلمتي في أهم حاجة في الموضوع اللي هو ما قبل التغيير بقى اللي هو من أول ما العين يقول أنا عايزة غير الحد ما نقوله يلا بينا نغير يعني الحتة دي مهمة قوي ودي اللي بتفري بقى من حد الحد أي يعني مش أي واحد يخش العادة يقول أنا عايزة غير اللون عيني آه طيلا بينا بكر نفيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها بصمة عين بناخدها الأول في حاجة اسمها عمق العين بنقيسه سمك الكرانية بنقيسه لازم نعمل خريطة للكرانية لأن أنا بيجيب له اللون ده متفصل عليه متفصل بالملي يعني حداك بيجي مقاس اليمين ومقاس للشمال لأن فيه ناس بيبقى عنهم دي مش قد عنهم دي فرق مثلا واحد من عشر اتنين من عشر ملي ده بيفرق جدا في العمليات في الطبيعي مش ملحوظ إنما أنا معايا بالنسبة لي في العمليات عشان أحط اللون لازم أحطه بالزبط قد العين عشان لا يبقى فيه فرق ولا يبقى فيه مشكلة ولا يبقى مش طبيعي بالزبط قد بصمة عينة بالزبط طب هل فيه يعني مثلا بتجي حالات تقول لها لا ما ينفعش فيه حالات ما ينفع لهاش فعلا أنا حالي كل اللون ده بنحطه في مكان المكان ده عمقه 3 ملي عمقه كله 3 ملي 3 ملي ده يعني يعني خيال يعني ده خيال علمي 3 ملي ده مكان صغير جدا ولو كان أقل من 3 ملي ده ولو 4 ملي يعني 3 ملي إلا 4 ما ينفعلوش اه. لازم يكون تلاتة ملي او اكتر. تلاتة الا ربع لا. يعني ما تقدرش تعمل فعلا. في ناس كتير بيجوا كده بيعمل بصمة عين تطلع بصمتهم ما تسمحش. انا اصلا قاعدة قدام حياتك دلوتي مسهولة. اه. ليه بقى? لانه فعلا اه في تطور علمي رهيب. اه. انه اللي مش عاجبه يعني مسلا زي دي بقت من ضمن عمليات التجميل. مش كده. رجالة تدى تقلق دلوقتي تطلق. هنكشف ايو اللي. شو بعد ايو بالزبط. يعني بعد يعني زي اللي بيصغر ما نحصل. انا خادر او شعرها اصفر. بالزبط. خلاص. هي في دلوقتي. هي دلوقتي كده بقت. يعني دي داخل من ضمن عمليات التجميل. بس طبعا يعني صحبك. بس حضرتك دي تقنية عالية قوي. اه. موضوع اساس جدا. مش اي حد تقدر ياخد لك القرار ويعمل لك العملية. اه. وتبقي متطمنة انك هتتقسل اللون ده يفضل طول العمر. اه. يعني لازم تكوني مبسوطة بيه. لازم يكون شكله حلو عليكي. لازم يكون مش حاسة انه موجود. يعني مش كل يوم عندي وجع في عيني او مفيش كلام ده. ايوه. مفيش كلام ده خبابة. يعني كل ده. وما يفعش تغير رأيها بعد شوية وتجي لك تقولها غير للون. اه. ممكن جدا. لنفترض يعني. ممكن جدا. انها مسلا مشيت بيه شوية. اه ممكن. معجبهاش. ممكن جدا. يتشال اللون وترجع للونها الاصل اوي. تحطوا لون غيره. اه ممكن. حقيقة ما تستغربيش. تا ايضي اعجاز ده. ما تستغربيش. حقيقة الموضوع ده حقيقي فعلا احنا شغالين بيه بقى انها سنين طويلة. اه. بس في مصر ما كانش متعرف عليه اوي. لان احنا كنا في لبنان وفي تونس. والحاجات دي. حاجة عارفة تجميل هناك يعني يواخد راحته اوي. طبع. طبع. فكان الموضوع ده موجود. وعلى فكرة اللون ده بيجي من مصنعة وحيدة في العالم في امريكا. المصنعة ده مخصوص بيعمل اللون ده. يعني انا ببعت للمصنعة كود بالمقاز بالبصمة بالملي. عشان يفصله ويجي للأوردر ده للشخص ده. دي لعينه اليمين ودي لعينه الشمال. يعني مش موجودة عندي في العيادة كده زي العدسات اللاسقة عدسات ويلا نحط عدسة خضرة وعدسة بوني. اه. لا ده حاجة ده بتتجاب بمنطقة الدقة. والعملية في منطقة الحساسية. وآآ ونكحة بطريقة لا تتخيالي. عصر العنين ماينة طبيعي جدا. يعني بص حاجتك. لا انا عصر بص حاجتك تقول لي اجهزة ما تقول لي اجهزة. كل ده بيرجع لبراعة الطبيب. معلش. يعني اه حاجتك بتدخل بيانات. بس. طبعا. دي يعني. انت. صح. يعني ما 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 فيش جهاز كده تقوله. اشتغل يا ابني غير للون. شوفي حالك الناس فهمة ان كل ما التكنولوجيا عالية كل ما دور الدكتور. بالعكس. مش كده. حالك احنا احنا سنويا لازم نتعلم الجديد. وسنويا لازم نعرف الاجهزة الحديثة اللي نزلت. وسنويا لازم نعرف الجهاز ده. ايه اللي بيفيد العين فيه اكتر. عشان اقدر اوجه التكنولوجيا لمصلحة المريض. لازم اكون انا على مستوى التكنولوجيا اللي بتحصل السنوية. ايه. ما افضلش انا متخلف اه سنة او اتنين عن التكنولوجيا. والتكنولوجيا متقدمة. وانا قاعد بعالج بالمدرسة القديمة. ده اللي هنقوله دلوقتي برضو في موضوع الفهمته. ام. في الاطفال كمان ده حالسة نقول في الاطفال. اه. عمل تفرة كبيرة او. ايه. فلازم انا دايما الدكتور يكون دوره ان هو يطور من نفسه. ويقدر ازاي يشوف العلم اللي جواه ده يوصله للمريض اللي هستفيد منه. ويوصله نتيجة هيلة. ده بيقوله كده لبرى الامان بدون مشاكل. ايه. ده دور الدكتور. طبعا. ده دوره بالعكس. بيبقى ازداد صعوبة ويزداد اهمية. يعني انا بقول كده بصراحة. طبعا. يعني في ناس تقولك ايه طب ما هو الجهاز هو اللي بيعمل كل. لا. صح. لا. لا طبعا. دي ايد الدكتور. طبعا. وبراعة الدكتور. طبعا. في استعمال الجهاز. مظبوط. يعني. طب بالنسبة لاطفال يا دكتور. حديك احنا الاطفال كان عندنا معاهم مشكلة. اه. 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 في ضعف النظر. وخصوصا طول النظر في الاطفال. اه. وخصوصا طول النظر اللي عامل حول. وخصوصا طول النظر اللي عامل حول. ومقدي الى كسل في عين من العينين. شو حديك بقى تسلسل بتاع المشكلة ده. احنا بنقابله كتير جدا جدا جدا. ومش عادة اقول يوميا في العيادة بنقابل ليوميا بالعشرات الحالات. اكيد. طفل عنده نظره طول نظر. ما بيشتكيش. لان هو مش عارف يقول انا نظري ضعيف. مش قادر يقول انا مصدع طفل. سنتين تلاتة اربعة. اه. مش قادر يقول انا شاف الحاجة اتنين. مش قادر يقول انا مزغلل. ولكن الام بتلاحز عليه ان هو بيمشي الكعبل. اما بتيجي تطلب منه حاجة بيعملهاش بسرعة. خلقه خطين كده عشان يكتب حرف بين خطين. اه. يطلع وينزل. مش قادر يزبط يده بين الخطين. كل مشاكل التركيز والفوكس دي مشاكلها نظر ضعيفة عند الاطفال. ده بيقدي الى ان تركيزه قليل. ده بيقدي الى ان استعابه. قليل بيقدي الى ان هو نشاطه مع الاطفال. لانه كلما بيمشي بالكعبل وبيشوف السلمة سلمتين. مشهورة قوي. حد اكي الامات بيسمعها دلوقتي عارفين الكلام ده. ان الطفل اما يروح مكان غريب عليه. يبدأ يتلغبط. يغبط في الحيطة. يكعبل في السلمة. حاجة غريبة كل شوية يقع. ويفتكر ان هو ناقص كلسا. ويفتكر ان هو بيدلع. ده بيبقى نظر ضعيف. فين لما يكتشف النظر ضعيف هو داخل المدرسة عشان في المدرسة قالولهم مش شايف يكتب مثلا. يعمله النظارة. تلاقي النظارة ساعات يلبسها كويس يقل عن نظارة ساعات يحصل له حاول. او لابس النظارة كويس بس في عين منهم مش شغالة زي التانية اللي بنسميه كسل. شوف هذيك السكتنا على المشكلة بدأ من نظر ضعيف. انتهى النظارة. انتهى اللي حاول. انتهى الكسل. اللي الكسل لو عد عليه عشر سنين من عمره. ما نقدرش نعالجه. يعني تبقى عنده عين قوية وعين مش قادرين نتقوية. بقى ضعيفة. طب انا دلوقتي دوري ان انا الحقه بادري. عشان ما سيبوش يخش للمراحل المتقدمة او المتأخرة دي. ايه. فدلوقتي احنا بقىنا بالفمتو بنقدر نصلح للاطفال النظر بتاعهم من سن صغير ما بقناش مرتبطين بحكاية السن الثانتاشر. بزبط كده. اه يعني فيه ممكن لاطفال دلوقتي. بزبط كده. شوف حالك قلت جملة شهيرة جدا ان الليزك تمنتاشر. الليزك عن تمنتاشر. لا احنا طول عمرنا ماشيين ان الطفل لو عنده عين ضعيفة وعين قوية بنعمله لزك ولو عنده خمس ست سنين. حيثك تعمل الليزك في العين ضعيفة? تمام كده ده اللي طول عمرنا كنا ماشيين بها. اه. ولكن دلوقتي كمان بنقدر نعمل في العينين اللي اتنين. اللي اتنين لو هو عنده طول نظر في اللي اتنين. لو هو عنده كسل بدأ في عين. لو هو عامل عملية حاول قبل كده ومنكحدش بسبب انه نظره ضعيف. او هو عنده حاول بقيل على النظر يبقى الحاول فضيعة. بيلبس النظر على الحاول بيختفي. ده بيعمل في اللي اتنين. الكلام ده مش مش كلامي. الكلام ده حدك احنا شغالين بيه فترات طويلة وفيه اماكن كتير جدا في ربا شغالة بالنظام ده. بقالها سنين يعني. ونتاجة هيلة ونكحة. وانا شغال العموما كده بقالي اكتر من خمس سنين بالنوضوع ده. اه بس ستيل يا دكتور يعني. تمام. في بعض الناس يروح لدكاترة يقول لهم لا. القاعدة. القاعدة بالزبط. القاعدة المتمصمرين عندها. بس. سن 18. بزبط لما النظر يثبت. هنقول تاني هو. انه في طول نظر في اسر نظر في استجماتيزم. احنا اسر النظر. والاستجماتيزم بينسبهم لحد لما الطفلة يصрь لسنة 18. عم نتكلم في طول للنظر. الى عامل حاول. عامل مشكلة في الحياة الدراسية والحياة الاجتماعية عامل مشكلة في نشاطه الرياضي. اا. عامل له كسر. الكلام ده بيحصلش مع اصر النظر. الكلام ده بيحصل بس مع مع طول النظر طول النظر عشان نفضل متكتف عند القاعدة دي الكلام ده تكسر وكلام ده احنا شغالين عليه بقى انه فترة طويلة جدا طفل اللي عنده طول نظر وكمان سبب له حول وكمان متوقع انه يحصل له كسل لازم الحقه بدري نصلح له نظر والأم تكتشف زي ما حضرتك قلت انه هو لو راح مكان جديد ممكن ما يبقاش الحاجات من نسباله كالمعتاد يعني هو تعود خلاص هو حافظ البيت بالزبط في البيت حاله بالزبط يكعبلش في السلمة ما بيغبطش في حد وحافظ الاماكن لو ام غمض هيلعب في البيت ام غمض اي ساعة ميروح النادي او يروح عند حد من قريب او يطلع سلم غريب عليه الام تلاحظ انه بيكعبل اه اما يمشي معاه في الشارع تحس انه بيقفل عين في الشمس لازم بيغمز بعين منهم عنده العينين مش متضايق من الشمس لا عين مفتوحة وعين قفلها في الشمس حركة دي شهيرة جدا عند الاطفال اللي بيبدأ يحصل عندهم حاول وكسل في عين يمشي معاه في الشارع في الشمس لازم بيغمز عين منهم في الضلة او في البيت عادي مش قاف العين ولا حاجة وتشوفه ما عندهوش حاول ولكن في الكشف بقى انه عنده ضعف وعنده حاول وعنده كسل في العين اللي بيقفلها في الشمس يعني احنا نقول بقى انه مفروض كشوفات يعني كل مثلا ستة شهر كل الام تاخد الطفل وتكشف على نظره دي بقيدة جدا على فكرة عن أزهان بعض الامهات انه زي ما حضرتك قلت في الاول بتفتكروا انه لما بيقع ضعف كالسيوم او كده بس ممكن ديبقى المشكلة بالضغط بس ديبقى المشكلة في عينيه ومش حاس بيح في حاجة تانية كنا من زمان بنسمحها ان اللي عنهم خدرق او زرق بيبقى نظرهم ضعيف احنا بقنا بنخدرها ونزرقها دلقتي خلاص بك خلاص بدام تحكت انا خدت الاجابة ده واحداك احنا قوة النظر بتعتمد على السبغة اللي في العين يعني مركز الابصار اللي في الشبكية عبارة عن سبغة كل ما كانت السبغة فيه تقيلة كل ما كانت الرؤية شرب وقوية فكل ما كان لون العين فاتح كل ما كانت السبغة في العين قليلة ده غاية ما نوصل لدرجة الانسان الالبينو بقى اللي هو عدو الشمس او القشقر القشقر ده ما عندوش سبغة لا في شعر ولا في جلد ولا في عينه فتلاقي نظره ضعيف قوي ولكن الناس اللي اللون العينهم عسلي فقاليا بيبقى عينه برضو نظرها ضعيف شوية لان السبغة في عينه قليلة فالناس ربطت ان اللون العيني ما تفرحش قوي ان عينك ملونة ده تلاقيه نظره ضعيف لا مش شرط ولا حاجة بس في جزء من النظر مرتبط بسبغة الشبكية طيب احنا معنا تليفون ريم اللي غيرت لون العيني ريم يا ريم ايه ريم غلبتك لا لا ريم جميلة ريم ايه ريم علو علو مساء الورد مساء الهانة يا حبيبتي داك يا ريم عملا ايه يا استاذة هانة والله الحمد لله مبروك على اللون الجديد مسي مسي ربنا يخليك اول صورة شفناها النهار دا اول صورة شفناها النهار دا في التقرير كان سوريا يعنيك الجميلة ما شاء الله ولا قوة تعالى بالله ربنا يخليك يا مدام هلأ عايزة تعرف منك بقى انتي مساء الهانة يا دكتور مساء الهانة يا ريم من اوارا مدام هلأ عايزة تعرف منك انتي يعني حسيتي بايه واحنا بنعمل التغيير الوقت خد قد ايه معاكي مبسوطة بعد العملية ازاي يعني احكي لها احساسك كده اول حاجة انا بهنينكي على اتضافتك للدكتور الشاطر جدا جدا دكتور محمد شكرا يعني انا مش عايزة اقولك ايه انا عايزة اشكره اصلا على الهواء بشدة يعني والله دكتور شاطر شكرا يعني خلاني مبسوطة جدا على التغيير اللي هو عمله بصراحة تمام العملية اخذت تقريبا 8 دقايق يعني طبعا هو أول ما بتعمليها انتي مش بتحسي في حاجة خالص وبتعادي فيها بس 3 ايام انتي حسة نفسك غريبة بعد 3 ايام كلها حاجة طبيعية يعني بعد اليوم الثالث انتي بتشوفي بتكوني مبسوطة جدا يعني طب يا قلبي انتي كتلوني هناكي الاول ايام بني بني مكنتش عنكي شايزة بخاطرة كده اه عشان اتقى زيك بس دلل عشان اتقى زيك شفتي براني يا قلبي ربنا يا خديك يا رب طب قوليلي يا ريم المحيطين بيكي بقى او اصحابك او قريبك بعد ما شافوكي بالتغيير الجديد ده يعني او اول حاجة كانوا بيقولولي واو اللانسز دي تحفة عليكي تحفة اللون ده جايك انه طبيعي فانا عدت بضحك انا مش عاوز اقول بالاول فبعد كده بقوا بيقربوا بعيني يقولوني لا دي مش لانسز خالص يعني ده دي حاجة طبيعي ده انتي ايه اللي عملات انتي حطة ايه قولنا بقى فرس قلت لهم بقى يعني والله ايه بقولك الف عبروك طبعا يا ريم الحمدلله على سلامتك حبيبتي الله يسلمك يا ريم تغيير اللون اه لا يعني كنت اسمع عنها بس ايه يعني يعني يا اما كلام ما يسرش يا اما يا اما خبر كده بالزبط بالزبط لكن طبعا احنا استفادنا من وجود حضرتك معنا النهاردة جدا وارجو ارجو لان انا عندي اسئلة كتير جدا ان حضرتك تشرفنا في حلقة يعني وعيدنا يعني لانه فعلا احنا مبسوطين جدا موجودك معنا ده شرف لي او انا سعيد ان انا كنت مع حضرتك النهاردة شكرها او يا دكتور شكرها جدا 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 شكر او 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 و اقولك يلا يعني من نجاح لنجاح انشاءالله شكرا شكرا ونروح للموقتي حسر حاول اخذاء العين وغير الله الرون شكرا 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 شكرا